فنان رشيد برياح فنان الراي مدينة وجداء اللي كان سابقا باطل مغربي في الألعاب القوى ومن بعد تاجه المصاري الفني اللي هو الفنان ديال الراي كانت لنتي لقاء بالضبط كمحتاري في الغيناء 1984 بأول ألبوم ديال يمينة بسلامة اللي كانت أغنية فال خير على رشيد برياح وكانت أول أغنية ديال الراي باش المغاربة غاد يكتشفو هاد النوع النوع ديال الموسيقى وديال هاد الفن اللي جاي من المنطقة الشرقية اللي هي مدينة وجدة كانوا جوالات في المغرب وخارج المغرب ومن ضمن الجولة اللي كانت كنت درت في المغرب كنت أنا والناس الغيوان كان من ضمنها المرحوم البختي ومن ضمن ديال الجولة كانت لدينا بروغرامي مدينة طانجة تيتوان كانت شيء تناشل صهرة ناشل مدينة بينهم طانجة تيتوان فهاديك الصهرة ديال طانجة شافوني شي ناس وبغوني باش نشتغل معاهم يعني باش نديرهم شي صهارات في واحد المركب السياحي وإلى يومين هذا يعني بقيت في طانجة ولكن وجدارة توجور وجدارة كان مشيت مع الوالدين الأصدقاء يعني ديما وجدارة في heir راء بزدان ذلك الوقت يعني كان يبغي الكبير والصفار كان يعني كانوا مواضع كانوا مغنيين ديال الراء ديال الصح يعني اللي كان نسميه أحنا باللغة ديالنا ديrophي Reiman يعني 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 representa فنان ديال الراء أجل لأي مقام يدير لك عليه موالي هذا الأغاني مواضيع يعني في المستوى يسمح الكبير والصغير مالورزمون اليوم هاد الجنراسولي طلعتوا كيقول كنغني لراي أمورنا في انا رأي دياري هذا رأي دياري خصوه سيبا دياري لأنه للاسف كنت لقى معهم في مهرجانات كي يجيبوهم كنتانا حاضر كي يحصلوا في الخشبة رأي مان تكون بعدها عندك الأقصان ديال الجيهة ديال في المنبع ديال الراي سيلوريونطال وجدا احنا في وجدا علش المتياز ديال الميزيك راي والأغنيات الراي لأنه فيها ديمو ديمو اللي كنظرك هاي في المغرب كان ديمو اللي ما كيتدولوش في المدن المغربية من غير منطقة ديالي يعني الشرق يعني من تازح حتى الوجدا ومن وجدا حتى الوهرد دخل حتى الجزائر حتى الوهرد عندنا ديمو اللي ما كيسا احنا كن دولوهم يعني بين الأوسار بين الأصدقاء بحنا نقولك الزرقة اللي شفتش زي ما الصمرة يعني يقول إلا وقلت لك درك إلا وقلت لك بار اكزامبل أرواح ولا روحي يعني يعني هذا هم المتياز ديال 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 الراي دونك إلا ما عندكش لاكسون بعد ديال 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 منطقة ما يمكن لكش تغني الراي تايلا غنيتك تقول لنا كان غني الراي رايك كتقلد وصافي سيبحال أمبيروكي الزرجينيارة تعرف كل الحومة فيها مغني ديال الراي ذاك الشيارة بزاف وش كل يبانوا منهم منهم واحد العدد قليل معا ما عندهم من المثال معا ما عندهم يتحدث الآن أهلا تريد أن تطلب وارغة لقد سترى فيما جدا هالكي أترى و эти مكانوا كيف يدعون بحاجة الناس وستطيع المعارضة لكن بعد ذلك كانت قد تستخدم لجزايري و يمكننا أن نحن لكي يدعون بحاجة الناس لتستخدم الناس من الشركة وفي 1986 في البوبيني يتمنى أننا في طمعاً ومالوزمان فالأبوك شاركو في غير الزرجيريان اللي كانوا منضمين هذك الفستيبال سيدي الزرجيريان ومن ثم كانت الاتلاقة ديال الوراي وهذاك شي ساعدنا حنا يا ساعدنا عودك تحنا يا فتحنا الأبواب يعني الأوروبا وأمريكا الحمد لله ما خلينا التقنت نورمار مونتوما اللي خسكون كتقلبوا على الفنان وتسولوا عليه واش حي واش ميز واش كي يأكل واش كي يشرب واش بيت في الزنقة ماشي حتى نهار كنسمعو على فيراش الموت واللي عاد نوضو كنجري ومشو نصطفو قدام الباب دار ديالو باش نبانو نتصورو نتصورو معاه هذا نو الارتيست نورمار مونتوما ما خسكوا بشي يتقلبوا أرى الارتيست اللي بني في ديالو مايرضاش أرى عمار ما كيطلبه هو الإعلام يقولهم هدان ندير معاكم ولا دو وزوني في التليفزيون ولا هدي نو تخرجت أغنية دينية مزين صالة على النابي سيدنا محمد في قلبي إحلات سجلت أغنية أهديتها المديرية العامة للأمل الوطني أعطيتها السي الحموشي والحمد لله كبر براشيد برياح وشرف راشيد برياح وكنت حاضر معهم في الحفل الأكاديمي اللي بقنيطرها ويعني ذاك شي ليدير مع راشيد برياح معمرنا سهله إنسان في المستوى الكبير اللي يكترخيره قلت لك سجلت مؤخرا عندي هدي تخرج واحد الكليب أغنية ممكن ليش نفسح على هاد الأغنية بحكم الإمضاء العقد مع واحد الشركة هي اللي ناتجها هاد الأغنية إن شاء الله قريباً غادي يشوفوها الجمهور المغربي في قناوات التلفازية وعندي سنجل جديد إن شاء الله راي تيبيك موراي اللي إن شاء الله قادي يكون تهو فيديو كليب لا هديك مشهد نرجع للساحة في قوة شوف راشيد بري عنده جمهور دياله جمهور دواق جمهور خاص الحمد لله فين مو مشيت عندي جمهور ديالي أنا كان فرح من اللي كانت لقا مع مع داكاتيرا مع محامات مع قوضات مع أساتيدا مع هذا كيقولك حنا لفن ديالك دونك عيني عندي واحد الجمهور خاص دياله راشيد بريع يعني اللي كيدوق الفن وكيدوق أغنية ديال الرأي هاد الجنراسيون اللي طالعة نتمنى نتمنى يمكن مع هاد الدونك كي يعرفوا بعض الأغاني ديالي كيسمعهم ما ما يعرفوش راشيد بريع شكون هو حتى يمكن كان دوس بتليفيزيون ولا هاد كيقولوا ها هو بحال نقولوا هي هون بروك علينا هذه البداية ما زل ما زل ما زل ما هاد الدريري السؤال هذه الجنراسيون جديدة قليل اللي كان يعرف راشيد بريع هو هو اللي غنى بستة وثمانيين هي هون بروك علينا أو يمينة بسلامة هو بحال نقولوا احنا مأتر مأتر بمامي بشكل one لجد الخارجي من الماضي بالنسبة للناس فالحساب للحسابة المترجم للحسابة للمسامية للمسامية للحسابة لن تتعلم لتتعلم لكي تتعلم لكي تتعلم ولكن لا تتعلم لكي تتعلم سواء انتظار بشي مواضي تكون في المستوى والمواويل ويحاول يخرج من ذاك المامي الشاب ميمون الله يرحمه افتقدناه وفتقدته السحل في النية والمنطقة الشرقية وفي النراي المغربي حافظ الدوزي ارغم صغر سنه كان يغني الراي الى يومنا هذا كسب شهرات تهوبة ورعا في الطارق تبارك الله عليه وكان واحد يعني قليل اللي كيعرفه من غير الناس دي الوجد اللي كيعرفه وهذا من دوك الناس اللي كانوا جوم للجزائر وهو مغربي بوسوار المغناوي هذا كان اعطاه واحد الانطلاقة دي الراي يعني كان جاب عندك الوقت من الجزائر واحنا كنا كنا نسمعوا هيل كاسيطات دياله بوسوار المغناوي مع بللمو ودخل الوجداء يعني وتعاون معانا احتهو اعطاه واحد الانطلاقة واحد الشعاع لفن الراي كنشكر هسبريس على هاد الدعوة وكنشكركم بزاف اللي فكرته فراشيد برياح وخليته انه يفتح قلبه ليكم ويقول لكم بعد يعني بعد يعني ما صار الفني دياله نتمنى وسائل اعلام تكون بحالكم تنتوهما وتفكروا في الفنانين الرواد ديال الاغنية المغربية وحتى تلجموا هون اشتق لي هون باش يشوفوهم وغري في بلدان الناس واتغربت تغربت وسكنت الجبال وقعدت الوحدي براسي سباد اعبلي ما הנساش تابونا فلاشين واتك organisations необ酒 لا تنساش ان تكلاب اعرف ال拘ザ ودرس باش يوصل الجديد فيديوهات من هاد كنت سنبدكم ترجمة نانسي قنقر